طيب برضو هننتكلم عن أهلي ولكن بما أننا بنتكلم عن أسوان شايف أسوان رغم الهزيمة يعني فريقه فيه ناس تقولك إيه رغم الهزيمة أسوان واقف على رجله أكيد قادر إنه هو لا لا هيجي هيجي بص الماتشات الأولانية دي في الدوري أنا عايز أقول لك من السنين اللي فاتت كلها الأهلي عمره ما كان متصدر الدوري في بدايته أوكي ممكن يتعدل أول ماتش ممكن تاني ماتش مش عارف إيه وتلاقي مثلا أنا في سنة من السنين الدخلات كان واخد تسعة بنت وكان أول الدور صحيح البدايات دي لسه ما تقدرش تضمن لأن الدوري بتاع النفس طويل مين اللي نفسه أطول ومين اللي هيقدر يكمل ومين اللي هيقدر يروح لأبعد حد هي دي المشكلة في الدوري لكن الآن الفرق طبعا هتيجي التأقلم بتاع الماتشات لقت الماتشات كل الكلام ده هيجي يعني واحدة 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 مع المباريات طبعا وأنا شايف كمان الكابترابيع يعني بصراحة عامل عاملين صفقات كويسة جدا عندهم خط فرود يعني كويس جدا نهاردة مالك إفونا مضايع واحدة ما تضيعش وهي واحد صف راح بها انفراد جول مية في المية وحطها بره طبعا ده لو هو جاهز بقى ولقت الماتشات عنده تمام وبقاله فترة بلعب كان سهلا جدا أنه يجيبها جول هو عشان بقاله فترة برضو إفونا أعتقد باية طبعا بتفرق مع اللعيب كتير أما تبقى رجليه في الملعب غير أما يبقى جاي ولسه ضوبك بيبدأ تفرق كتير جدا فالدوري طبعا حيسخن لسه شوية شوية هيبدأ يسخن نهاردة نهاردة في أول أسبوع لسه بقى كيف ربيع الماتش اللي جاي عنده الأهلي اللي هو تاني المباريات يعني ما ده بقى من حظه السايق ده بقى حظ السايق إن أنا بقى الماتشات يعني أول ماتش عندي مفروض على الأهل اللي أطلع منه البونت عشان بعمل حساب الماتش التاني الماتش التاني بره ملعبي مع فرقة كبيرة زي الناد الأهلي فكان بيتمنى وأنا المتوقع يعني كان بيتمنى إن هو يبقى مع بونت النهاردة يجي به أحسن من ما فيش تفرق كتير معها لأن الأندية فيه بص يا كابتن إسلام فيه بعض الأندية أنا كمدرب في بعض الأندية بمسك الجدول الدوري وأبدأ أحط الابناط بتاعتي اللي ممكن أجيبها أو اللي ممكن أخطافها بقول أنا هنا هاخد بونت هنا ممكن ما أخدش هنا هاخد تلاتة هنا هاخد مش يبدأ يجمع ويعمل السيناريو لنفسه بحيث إن بقدر الإمكان يقدر يوصل للابناط اللي هو عوزها إذا كان عشان ينافس أو عشان ما يموتش فطبعا من الماتشات اللي كان ممكن نفسه طبعا يطلع بها على الأقل بونت النهاردة في ملعبه كان الماتش النهاردة ماتش الاتحاد طبعا لأن الماتش الجاهي بقى صعب أنت بتعافش الناد لالي بكرة يعملي كمان مع الإسماعيل والناد لالي في حالة تغيير جديد مدرب حماس كسبان الماتش اللي فات فلا فهيبقى فيه طبعا لا يكون فقونا يعني لكن في النهاية الموضوع كله إن مباراة الاتحاد والأسوال الفريقين جيدين أنا شايف كده كبداية طبعا كبداية طبعا كويسين جدا يعني بيان إن فيه شغل من الاتنين مدربين اللعبة واقفة على رجليها اللعبة بتنفذ لكن مهم جدا عمل التوفيق في الكرة شكرا للمشاهدة